اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتستمر السلطات الحاكمة في البحرين باستقدام عناصر اجنبية لمواجهة التظاهرات الشعبية في البلاد ففي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الخارجية الباكستانية الاسبوع الماضي ان توظيف العسكريين الباكستانيين في مناطق التوتر العربية الساخنة مثل البحرين لا يمثل سياسة رسمية للحكومة الباكستانية الا ان السلطات في البحرين اعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم تنص على تعزيز التعاون في المجالات الامنية والشرطية ومكافحة الارهاب بين وزارة الداخلية في البحرين ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة حاكم البحرين حمد آل خليفة لباكستان منذ يوم الاثنين الماضي وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تسنيم اسلم قالت في مؤتمر صحافي يوم السبت الماضي ان اولئك الذين يذهبون للعمل في القوات المسلحة بالبحرين يفعلون ذلك من تلقاء انفسهم اشتركوا في القناة